بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظلمنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوزون برجال من الجن فزادوا هم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا ملئت حرسا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طراهق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يهم بربه فلا يخاف بخسا ولا رعقا وإنا منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلقه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك فيه أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن لهنا وجهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا